مين تاكس أبلوف ام هاربست روتيني اليومي في الخريف دع تاكس أبلوف وهو الروتين اليومي ام هاربست يعني في الخريف ام نستخدمها مع فصول السنة ام هاربست ام زومر ام فينطر أم موغن وخ إيح ام زيبن أور آف في الصباح أستيقض على الساعة السابعة الفعل اوف فاخن معناه استيقض يستيقض هو فعل منفصل بمعنى عندما نقوم بتكوين جملة نضع اوف في آخرها حرف جر أم نستخدمه مع التوقيت لكي نعبر كم الساعة توقظني أمي في أغلب الأحيان ذيكن فعل معناه القضاء هو فعل بلوس أكوزاتيف لهذا السبب عندنا ميخ دمير شخصي أنا في أكوزاتيف مايستنس تعني في أغلب الأحيان داناخ شتيو إيح اوف ثم أقوم أو أنهض من السرير اوفشتين هو فعل منفصل معناه في هذا السياق النهوض من السرير اوفوخن يعني الاستيقض و اوفشتين يعني النهوض من السرير و انظيفوا أسناني سيخ دي تسينبوتسن انشلسند واش إيح مير داس جزيشت بعد ذلك أقوم بغسل وجهي انشلسند يعني بعد ذلك سيخ واشن يعني غسل يغسل داس جزيشت وهو الوجه و كاما مينو هاغ يعني وأمشط شعري كاما فعل معناه مشطة مينو هاغ يعني شعري لاحقا أتناول وجبة الإفطار وهي وجبة الإفطار اتناول الخبز مع المربى والزبدة دي ماملادة وهو المربى دي بوتا وهي الزبدة داس بروت وهو الخبز و انتخنكوا اين جلاس زفت واشربوا كأسا من العصير داس جلاس هو الكأس دي زفت وهو العصير في الجمع دي زفت العصائر أمليبستن مغ إيش بانانن زفت عصير الموز هو الأحب لي يعني من بين جميع العصائر عصير الموز هو أفضل عصير أفضله أو أحبه أمليبستن هي صيغة تفضيل تستخدمها لكي تعبر أن شيئا ما هو المفضل عندك من بين عدة اختيارات يعني تكون عدة اختيارات وشيء معين هو الذي تحبه أفضل من الباقي أمليبستن فربرنج إيش مينو فريدسايت دراوسن قضاء وقت فراغي خارجان هو الأحب لي أو الأفضل بالنسبة إلي يعني هو أفضل شيء أحب فعله إيش اس أمليبستن شوكولادة يعني أفضل شيء أحب أكله هي الشوكولاد بعد الظاهرة أذهب إلى محطة الترام أو محطة قطار الشارع دي شتراسن بان هالتوشتل هي محطة الترام نستخدم معها حرف جردسو حرف جردسو دائما يكون بلوس داتيف سو هي تسو بلوس دير لأن دي تصبح دير في الداتيف أم نخمتاك يعني بعد الزوال أو بعد الظاهرة أم نستخدمها مع الأوقات اليومية أم هي أن بلوس ديم ديم هي دير في الداتيف لأن الأوقات اليومية تكون عندها أداد تعريف دير بستثناء الليل دي نخت دير مورغن دير نخمتاك دير آبند ولكن دي نخت أم نخمتاك أم مورغن أم آبند أم فورمتاك وأستقل الترام إلى العمل دي شتراسنبان وهو الترام الفعل نيمن معناه في هذا السياق استقل أنا أعمل في مخبزة دي بيكغاي وهي المخبزة عندنا إن آينا ما هي آينا؟ أداد تنكير الأسماء المؤنثة في الداتيف دي بيكغاي أين بيكغاي في أكوزاتيف وفي النوميناتيف وفي الداتيف تصبح أين بيكغاي والداتيف لأننا عندنا حرف جرئين هنا بلوس داتيف عندما نتحدث عن مكان معين تعمل فيه أو أنت فيه أو يحدث شيء ما فيه تستخدم حرف جرئين بلوس داتيف يعني لا تعبير عن حركة إيش بن بيكغين يعني أنا خبازة دي بيكغين وهي الخبازة دير بيكغ وهو الخباز داس ويتا إست هويته جوت التقس اليوم جيد داس ويتا هو التقس ودي زون شاينت والشمس مشرقة دي زون هي الشمس شاين في المعنى أشرقة استمتع باليوم في الطريق إلى العمل جنيس فعل معنى استمتع يستمتع هو فعل بلوس أكوزاتيف لهذا السبب عندنا دين تاك دير تاك تصبح دين تاك في أكوزاتيف يعني في الطريق إلى العمل يعني في شهر أكتوبر يعني في شهر أكتوبر يكون التقس بشكل خاص جميل أم أكتوبر في شهر أكتوبر أم نستخدمها مع شهور السنة أم ينوى أم يولي أم سبتمبر إلى آخره أم هي إن بلوس ديم ديم لأننا عندنا الشهور تكون عندها أداة تعريف دير دير تصبح ديم في الطاتف الفعل لبن هو فعل بلوس أكوزاتيف معنى أحب يحب دير هربست تصبح دين هربست في أكوزاتيف أم آبند، فين إيخ ناخ هاوزو كومي في المساء عندما أصل إلى المنزل أس إيخ تسو آبند، يعني أتناول وجبة العشاء تسو آبند، أسن، تناول وجبة العشاء و تسو ميتاك أسن، تناول وجبة الغداء أين مال برووخ، يعني مرتين في الأسبوع مثلا، أين مال برووخ، يعني مرتين في الأسبوع أين مرتين في الأسبوع، أذهب إلى الغابة أين مال برووخ، بيزوخ إيخ مينو غروس ألتان مرتين في الأسبوع، أزور أجدادي إيخ غيي إن دين والد، أنا أذهب إلى الغابة، إيخ بيّن إم والد، أنا في الغابة أبا تسو مال برووخ، شبيل إيخ ليبا كلافير ولكن مرتين في الأسبوع، أفضل العصف على البيانو كلافير شبيلن، يعني العزف على البيانو شبيلن هنا معناها عزفة تستخدمها في اللغة الألمانية كصيرة تفضيل لكي تعبر أنك تفضل شيئا عن شيء آخر أنا أفضل شرب الشيء على القهوة إيخ ليز ليبا بيشة ألستسايتونغن، يعني أنا أفضل قراءة الكتب على الجرائد ديتسايتونغن وهي الجرائد حتى لو ذهبت إلى العمل ويجب علي القيام بالأعمال المنزلية أو خفن، تعني حتى لو دين هاوشهالت، مخن، القيام بالأعمال أو الأشغال المنزلية فند إيخ، طوز ديم تسايت، أجد رغم ذلك الوقت ديتسايت هو الوقت، طوز ديم، تعني رغم ذلك يعني أجد الوقت لزيارة أبي ثلاث مرات في الأسبوع بيزوخن، فعل معنى زار يزورو، هو فعل بلوس أكوزاتيف لهذا السبب عندنا في النوميناتيف تصبح في أكوزاتيف ثلاث مرات في الأسبوع أو أسبوعيا مرة واحدة كل أسبوع مرتين في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع لأنه كبير في السن تعني لأنه عند استخدامها يكون فعل في آخر الجملة آلت معناه هنا كبير في السن و ألاين مت مينم كلاينا بغودة لبت يعني ويعيش وحيدا مع أخي الصغير لماذا عندنا هنا مينم؟ حرف جرمت دائما يكون بلوس داتيف مين بغودة تصبح مينم بغودة في الداتيف دير تسوشولوغيت الذي يذهب للمدرسة دير هنا ليست أداة تعريف بل اسم موصول معناه الذي استخدمناه لتجنب تكرار لعدم إعادة دير بغودة موسيقى موسيقى شكرا